مستوى الميناء البحري هناك إشكالات حقيقية متعلقة بتسهيل العمل داخل الميناء وهي مسألة تعمل عليها الدولة منذ فترة لكن لا يوجد إشكال في استقبال حركة البضايا التي تتم سواء بالتقييد بالإجراءات الصحية المتبعة في جانب مثلا التجارة مع مصر في جانب الإسراءات والتصدير كما ذكرت لك في السؤال السابق هناك ضوابط وضعتها وزارة الصحة للتأكد من أن حركة انتقال الوائدات إلى السودان لا ينجم عنها أي أضرار أو مخاطر صحية بالنسبة لاستيراد السلع المختلفة وزارة التجارة بالإعلان لكل الجهات المختلفة التي تقوم بتخزين السلع بأن تعلن عن ما بحوزتها هذه المسألة لمطابرة الأرقام التي لدينا من الجهات الرسمية وللتأكد من توفر السلع الأساسية وبناء خطة استيراد بناء على ما هو موجود يمكن في السلع الأساسية التي حددناها بحوالي كان عشر سلع يمكن أن الموقف هو مطمئن في أغلب السلع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر